نيشان عبدالله راك بار نيشان عبدالله صحى في حق نيشان عبدالله صحى في حق غارج بيلات منجم اللي يعني يعتبر من أضخم منجم حديد في العالم يتسمى من أضخم منجم في العالم جاء في تيندوف جنوب الغرب الجسائري الاحتياطي في الحديد لهذا المنجم 3 ملاير و 500 مليون طن 3 ملاير و 500 مليون طن تحديد من أكبر المناجم الحديد في العالم من 3 ملاير و 500 مليون طن كمليار و 700 مليون طن استغلالهم سهل يعني يستغلوا الميناء هذه المنجم اكتشفوه في سنة 1952 في 1952 الفراسة ما استغلتوش لماذا؟ لماذا؟ لن يكون هذا استغلال مزيد حرب و أقدام و نحن بالتحرير في 15 جوان من سنة 1972 المغرب و الجزائر امضوا انتفاقية مشتركة باش يستغلوا منجم غارج بيلات يعني انه الجزائر هي اللي راح ام يعني جا في ارضها تستغلوا ليه و النقل ديالو باش تخرجوا باش تصدروا لحديد هذا ماكشة راح تاكلوا احسن طريقة باش تصدر هي يمر على المغرب و يمشي على الموحيد الأطلسي يمشي على الموحيد المسافة تقريب 400 كم 400 كم بينما بينما لو تديروا 22 دوف تخرجوا على مستغانا على ميناء مستغانا من الميناء وحران يقول لي لك في ترانسپورت اغلى منه يقول لي لهذا في 1972 جزائر ومغرب ماهو ماهو بعد سراء لي سراء بين جزائر ومغرب ورق شو على جانب بوليزاريو يخسرنا عليه شحال من المليار دولار في 47 سنة شوش خسرين دراهم منش قادرين نستغلو منجم تحديد تعقارات شوف شحال في 12 مارس 2017 14 المؤسسة الوطنية للحديد والصلم في ريال دارت عن شكون دارت عن شناوة ايه قالوا يشوفوا الشناوة يخدموا معنا يصغلوا معنا لمنجم هذا باشناوة جاوة تلوق شافوا باللي كان المشكل سياسي في الحكاية هذه فرم قال خير جب دور واحد شناوة جب دور واحد ابقت العصابة وحدات حرحت نهار ثلاثين جولي يالفين واثين واثين وعشرين تلقوا علينا الكذبة الكبيرة قال اللي قرأنا شرعنا في استغلال من جمغار جبيلت كيفاش تستغلوا ما عندك لا السكة حديدية لا وباش قالك بالكوامن يا يما بالكوامن شحرح تخرج من كيلو او رح تحسب من كيلو ما شرح تحسب بالطن شحرح كيفاش بالكوامن كيفاش رح تدينهم بالكوامن قال كان تدوه حتى البشار ومن البشار حطوه في التراء يمشي حتى الوهرن تعرف التراء تعبشار هل غير تع السكاتات تعليمو سافيرين تراء تعبشار الوهرن يقول لك يقول لك يقول لك يتحب بس أنت أحبط أضرب كاسكروت ومن بعد أكمل على الارجليك تلحقوا ماذا يديرك هذا يا يدالك أرقال لك بوحنا نبدأوا بزوج ملايين ثلاث ملايين طن في العام سمعت ومن بعد نتلحقوا لاربعين وخمسين مليون طن ابتداء من الفين وستو عشرين تات بس غرويلا كيش راح تنقل ما نهدرش على أغربعين وخمسين مليون طن نهدرق على زوج ملايين طن كيش راح تنقلهم في الكوامل وش حال يكون مازوت وش حال يكون كبنوات وش حال يكون الكونترمتين وش حال وش حال طبق راح تديها على مسافة من فين كيلو متر ما هيش سهلة ما هيش سهلة وكام يوض تلاثر بحاب تسوش حاب تمسخروا إلىها وبالتالي هذا الاستغلاب ما راحش يكون فيه فايدة فيه شنطابيليتي على روج دارو زي ما دشنو طلعو زي كوامل وحبسوا حبسوا ما قالووش بلي حبسنا بسسينا قولونا ما راح لحبين اللي راكم تخرجو فيه وين راح حبسوا وعليش تقولش بلي حبسنا يعني يدل على انه هذي بلاد باع كثب لانك مانجم غارج بلاد باش يكون فيه مدخول وفيه فايدة ما حد ما عليك تقصر في مسافة النقل ما حد ما عليك لانه النقل لذلك وراه مازوت وراه تأسوا في التراوي وين حبين دي ما دي ما فيه تكلفات عن النقل فيه تكلفة وما دامك ماكش حاب تفهم بلي هاذ العداوه اللي راك ديرها مع المغرب اللي هي المنفذ الواحيد بالنسبة ليك المنفذ الواحيد لانه لو كنت تشوفتها فايدتك قالوا البرانسيب حين نعاون البوليزارو على البرانسيب ماذا البرانسيب تعرف العصابة من وقتاش الفويوات يعرفوا البرانسيب من وقتاش بكري كان ذات البرانسيب ومبدأ ومي ولكن المبدأ لا يديك للحيط أخي المبدأ لا يديك للحيط موليتوا تستغلوا دورك في البوليزاريو باش تحافظوا على مناسبكم وعلى مصالحكم لا شيء من أجل الجزائر ولا من أجل مبادئ ولا من أجل هذوق الزواء اللي يمطيشين في السحاري والذورك راح نقول له سبانيول وطفر غير فيكم قالوا البنح في اجتماع مجلس الوزراء جابونهم مجلس الوزراء عمروا ما وقفوا على مشروع تنمني واحد غير يقول لك ورأي رخيص الجمهورية أعطى تعليمات أعطى تعليمات وما كان لديهم عامين من اللي قال لك نعاودوا ردوا مشروع لا 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 كان ينجز حبسوه قال لك ردوه عامين شجرة ما تغرست لأنه لما كان السد الأخضر يتبنى يعني يتغرس كان الجيش الوطني الشعبي ما كانش يقمع في الشعب وما كانوش فيه جنيرالات يسترقوا الجيش الوطني الشعبي كان يدير في السد الأخضر ويبني فيه طريق اللي هو واحدة الأفريقية اللي يتمشي من الجزائر حتى للنيجر ومن الجزائر حتى المالي سمعت كان جيش وطني شعبي ليس جيش تعمل مجرمين ما كانوش يقتلو الشعب الجزائري بدم بارد لحطوا حبه في راسه سمعت الفرق ما بين الجيش اللي يدير السد الأخضر الطريق الصحراوي والقرى الفلاحية والجيش اللي يكونوا منه قتالين مجرمين جوبانا هاو الفرق دونك حكاية غارج بيلات طارد خرطي بسك البارح يقول لهم تببون قال لك رئيس الجمهورية راه هو ترفض هذك اللي جابوا المشروع بتاع السيكك الحديدية وقال لهم يجب لا نديروه في أسرع وقت أم بيلاتك تاروه وقل في أسرع وقت هكذا كيهك بغالون قالوا من المدة يجب أن تقصره في المدة لا لديك طريق لديك ذا حتى تقصر يربية 6 شهور ونزمك انوالو لا ينوب يوتيوب حتى مشروع تنموية في الجزائر حتى مشروع تنموية لأنه مشروع غارج بيلات هذا مشروع تنموية حتى مشروع تنموية حتى مشروع تنموية من منصب شغل ثلاثة منصب شغل ثلاثة عائلة جزائرية قادرة تعيش من استغلال من جموية مغارج بيلات لأنه لا يمكنك منفذ على الموحيط ما دام كنت معادي جيرانك وخلطك يبقى نروح وقوموا لحديد هذاك نروح وقوموا لحديد هذاك نروح وقوموا لحديد من يشوف من فعتها على بلاد وين راحت تعالوا لاشا عليك متصلب من المستحيلة السبعة هذه باينة انت تصور عندك سلعة تدير 400 كم تبيحها ولا سلعة تدير ألفين كم تبيحها السماوين ستكون هذا الأكثر والأقل المغرم تحويش عليه ترى الفايدة ديالك انت الفايدة ديالك وين انك تخرج لحديد ديالك على الموحيط على أربعمائة كم وتخرجه على المتوسط بألفين كم ترى الفايدة ترى الفايدة هذا ما نقول سعى الجنرالات لا تهموا ما هي الجزائر وإذا يستغلوا من جم غارج بياتسي يجبوا ما يجبوا دراهم لهم هذا ما كان يستغلوا فيها قالوا بل يباع السير قرابح هذا يبيع الحديد بالدولار للطن الذي يبيعه بالثلاثة دولار كيف كيف نسألهم الدمارة يعني إذا ما سنجدهم اليوم دهم اليوم يشم أفرد الله رحض يشم أفرد يشم أفرد صحابي حق يشم أفرد صحابي حق يشم أفرد